السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي. معكم سامورة. لك أنت أول مرة تشاهدوا القناة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس. لكي تنسوا الاشتراك على انستغرام. نبدأ على بركة الله. الفيديو الذي نعمل معكم. هذا المفرش الذي يظهر على الشاشة. مفرش جميل جدا. راقي جدا. أول مرة سوف نستعمل هذا الخيط هذا. سنتيم من محال الزمان. يعني خيوط جديدة. يلاحطوها. فيها ألوان لكن كل الألوان اللي فيها ما يعجبوني. يعجبني فقط هذا اللون هذا. وهم مناسبة لطاولة الطعام اللي عندي. فهذا هو كل المعلومات عليه. السنارة ونسبة الأكريليك اللي فيه. وغادر نعمل معي سنارة مقاس أربعة. هما ستكتبوا أربعة خمسة. أنا نستعمل أربعة. فهنا بدأ على بركة الله. أول حاجة غدا نعمل آآ دائرة السحرية ثم ارتفاع ثلاث غرس. ارتفاع ثلاث غرس. داخل الثائرة سوف نشتغل احدى عشر عمود بلفة. بالإضافة إلى ثلاث غرس لارتفاع سوف يصبح للمجموع اثنى عشر عمود بلفة. بعيد مرة أخرى. داخل الثائرة سوف نشتغل. فهنا نكمل بهالطريقة هادية. غزنا نشتغل عمود بلفة. من بعد نرجع لكم. عند الانتهاب طبيعة الحام مصريقة في ثلاث غرزة من أول سلاث غرس لارتفاع سوف اشتغل ثلاث غرس. آآ وفي نفس المكان سوف اشتغل عمود بلفة واحدة سوف يصبح للمجموع اثنان عمود بلفة. في الغرزة الموالية اثنان عمود بلفة. وفي الغرزة الموالية اثنان عمود بلفة. يعني في كل غرزة سوف نشتغل تزايد عمود بلفة. سوف يصبح للمجموع آآ اربعة وعشرين عمود بلفة. ثم سوف نشتغل منزرقة في ثلاث غرزة من أول ثلاث غرز لارتفاع. سوف نشتغل تزايد مرة أخرى. ارتفاع ثلاث غرز. وعمود بلفة في نفس المكان. نفس المكان لارتفاع. سوف يصبح للمجموع اثنان. ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة الموالية. فقط واحدة. ثم تزايد مرة أخرى. اثنان عمود بلفة في نفس الغرزة. وهكذا. يعني اثنان واحد اثنان واحد. حتى نهاية الضور. ثم مزرقة في ثلاث غرزة. الآن سوف نرتفع ثلاث غرز. ثم في نفس المكان سوف نشتغل عمود بلفة واحدة سوف يصبح للمجموع اثنان عمود بلفة. في الغرزة الموالية عمود بلفة واحدة. في الغرزة الموالية عمود بلفة واحدة. وفي الغرزة الموالية تزايد. يعني اثنان عمود بلفة. يعني اثنان واحد اثنان. لا افعل. اثنان واحد واحد اثنان. اثنان واحد واحد اثنان. سوف نستمر بهالطريقة حتى نهاية الضور. ثم سوف نشتغل ونزلقها في ثالث غرزة من اول ثلاث غرز ارتفاع ثم نبدأ في الاشتغال وجزء الثاني للمفرش من بعد ما كمنات الدائرة او التزايد سوف اشتغل ارتفاع ثلاث غرص ثم في العمود او في الغرصة الموالية سوف اشتغل اثنان عمود بلفة يعني التزايد هذا الجزء هو جزء متصل بجزء الثاني وليس جزء الاول لمفرش في الغرصة الموالية عمود بلفة واحدة في الغرصة الموالية اثنان عمود بلفة وهكذا يعني اثنان واحد اثنان واحد حتى نهاية الدور اثنان واحد يعني عمود بلفة عمودين عمود بلفة عمودين ثم اصف اشتغل منزلقة في الثالث غرصة من اول ثلاث غرص الارتفاع الآن بعد الجزء أتمنى أن تركزوا معي جيدا لأننا سوف نشتغل بريد الأمامي في المكان اللي عملنا فيه منزلقة هنا نوريكم فقط بالسنارة في المكان اللي عملنا فيه المنزلقة يعني فوق العامود مباشرة اللي عملنا فيه المنزلقة سوف أشتغل يعني في مكان اللي عملنا في المنزلقة في العامود المتصل بي سوف أشتغل بريد أمامي بهذا الشكل يعني العامود أمام السنارة ثم أحشو سوف أعيد مرة أخرى سوف أعيد مرة أخرى سوف أشتغل بريد أمامي العامود أمام السنارة والسنارة خلف العامود أسحب الخيط أشتغل حشو ثم أرتفاع إثنان غرز لكن أعتبرهم كأول عامود أو كعمود في المكان اللي فيه تزايد في الدور السابق اللي فيه اثنان عامود بلفة هذا المكان قد نوري لكم السنارة هذا المكان هذا اللي فيه اثنان عامود بلفة في نفس الغرزة سوف أشتغل عامود بلفة غرزة واحدة عامود بلفة في نفس المكان يعني في الوسط في وسط بناتهم في الوسط سوف أشتغل عامود بلفة غرزة واحدة عامود بلفة ثم في العامود الواحد بهذا الشكل في العامود الواحد وهذا كما كتلاحظوا أن هذا عامود واحد سوف أشتغل عامود بلفة في الجهة الأمامية للعامود وليس حشو كما عملنا في الأول الآن نفس الطريقة في العامودين السابقين سوف أشتغل عامود بلفة غرزة واحدة عامود بلفة مباشرة في العامود الواحد سوف أشتغل عامود بلفة دائما العامود أمام سنارة والسنارة خلف العامود وسوف أستمر بهذه الطريقة حتى نهاية الدور ثم سوف نشتغل منزلقة بشكل عادي بالنسبة للدور الموالي بالنسبة للدور الموالي سوف يكون مشابه للدور السابق لشتغلنا سوف أشتغل منزلقة في تاني غرزة لأنه نحن عملنا ارتفاع اثنان غرز لهذا سوف أشتغل منزلقة في الغرزة التانية سوف أشتغل ience في المكان اللي عملت به منزلقة سوف أشتغل نفس الطريقة بريد أمام حشو ارتفاع اثنان غرز ثم في المكان اللي اشتغلنا فيه عمود بلفة غرزة واحدة عمود بلفة سوف اشتغل نفس الطريقة عمود بلفة غرزة واحدة عمود بلفة في العمود الواحد سوف اشتغل نفس الطريقة يعني الطريقة السابقة في الدورة السابق عمود بلفة في الجهة الامامية او نقول الجهة الجهة الامامية ثم في هذا المكان عمود بلفة غرزة واحدة عمود بلفة نفس الطريقة ثم عندنا نهاية الدور منزلقة في ثاني غرزة من اول اثنان غرزة من بعد ما كملت الدور كما كتشوفوا فقد نعمل منزلقة في ثاني غرزة اه واضح لكم الخطأ اللي عملته في بداية الدور الثاني انا عملت اه بارد امامي في الدور ليس السابق انما في دورين سابقين يعني خليت تركت المكان يعني تركت الدولة للشغل في عمود هذا البارد امامي هناك كما كتلاحظوا اه فانا مشتغلش مشتغلش في مشتغلش في هاد دورين مشتغلش في في الدور السابق فكنا عتدا على الخطأ اللي عملت اه كتمنى انو غده الى رجعت البداية الدور الثاني فغاتفهمو اشنو عملت انا هذا يعني ما عملتش منزلقة او ما عملتش منزلقة ما عملتش اه بارد امامي في دور اللي غسنا عمل في انما عملته في الدور الآخر فهنا كما كتلاحظوا غد يكون فرق فقط يعني غد يكون نفس الطريقة اهنا غد يجيكم بالنسبة للبارد امامي فغد يكون الان سهل جدا لانو غد يكون بارز لكم فما ديش يكون هنا اي يعني اي تشابك اه غادي كلكم واضح الفرق هنا يا انني كنشتغل عمود بلفه سلسلتين عمود بلفه تزايد يعني بحل انا لكن زيده من الحجم دل المربح كما كنتشوفوا فهنا يا البريد الامامي او نقولوا العمود بلفه في العمود بلفه في الجهة الامامية للعمود اه فتكون سهل لانه يمكن تبعوه على المكان السابق او الادوار السابقة فتكون سهل انا اه هناك نوريكم انه بدأ البوروز دل هذا المكان هذا كما كنتشوفوا المهم انكم تشغلوا عمود بلفه سلسلتين عمود بلفه ان البوروز بدك يوضح فقط اللون اللون ليس هو اللون اللي واضح على الفيديو فهو اللون اجمل من هذا وغامق على هاد اللون اللي كنتظهر لكم اه في الفيديو الامن بعد ما عملت منزلقة دائما اه بريد امامي ثم حشو ارتفاع اثنان غرز بهذا الشكل كما كتلاحظوا فالبروز بدك يظهر ما بين هاد التزايدات اللي كنشتغلهم الآن طبيعة الحال سيكون اختلاف سوف نشغل اه اثنان عمود بلفه غرزة واحدة اثنان عمود بلفه في نفس المكان ثم نفس الطريقة عمود بلفه في الجهة الامامية مرة اخرى اثنان عمود بلفه غرزة واحدة اثنان عمود بلفه في نفس المكان يعني من اجمل مفارج انا كي عجبني هاد المفرش بزر بزر او كي عجبني هاد الغرزة او هاد البتخون بزر بزر فهو موجود طبيعة الحال على على جوجل على بانترست على اليوتيوب اه فبغيت نجربه بهذا الخيط هذا خيط جديد محل زمان وقلت هكا ضروري انا اي حاجة كننحاول اني نشتغله خاصة الا ما كنت تاخدش لي وقت كبير فكنا حاول اني نوريها لكم في القناة لانه كن بعض الاشياء فكتحتاج مني وقت كبير جدا فما كنقدش اني نصورها لكم في القناة دائما منصالقة في ثاني غرزة سوف اشتغل نفس الطريقة حشو ثم ارتفاع اثنان غرز فقط كما قلت لكم المكان ستزايد هو اللي تكون مختلف هنا فقط يكون نفسه كثنان عمود بلفة العمود بلفة الثانية ثم غرزة واحدة نفسه العمود بلفة ليس هناك اي اختلاف ثم طريقة كما كتلاحظوا فالهف العمود في الدور السابق فتكون بارز كيجي سهل انكم تشتغلوا عليه يعني تلفوا السنارة في الجهة الخلفية للعمود فكيكون سهل جدا فانا عاد نستمر بهالطريقة لانه ونفسه ما ديش نطول في الفيديو كما كتلاحك نحاول فقط نوريكم البوروز طبيعة الحال فغادي يظهر اكثر في ضوء النهار او في تصوير الشكل النهائي فغادي يكون غادي يكون بارز لكم اكثر نفس الطريقة الآن سوف يكون اختلاف اول العدد كي تزاد اثنان اثنان غرز او سلسلت سلسلتين في هذا المكان هذا سوف اشتغل اثنان عمود بلفة الاولى ثم الثانية والسلسلة سوف تتزايد سوف نزيد في السلسلة سوف نشغل اثنان سلسلة ثم اثنان عمود بلفة في نفس المكان في الدورين السابقين نشغل سلسلة واحدة اما في هذا الدور الثلاث سوف نشغل اثنان سلسلة ثم نفس الطريقة نشغل عمود بلفة رجال امامي للعامود السابق ثم اثنان عمود بلفة سلسلتين اثنان عمود بلفة سوف استمر حتى نهاية الدور دائما مزلقة في ثاني غرزة سوف اشتغل نفس الطريقة ارتفاع اثنان غرز بابة من الحشو بالنسبة لهذا المفرش هذا فليس فقط او لهذا الطريقة هذي اه احنا كنشغل فيها يعني اشياء كثيرة كي الوسادات الدائرية ايضا اه اه ممكن يتكبر الحجم دلو بتتعملوه كغيطاء للطاولة الدائرية او مفرش للارض الى غطا تشتغلوه بخيط ساميك يعني ليس فقط مفرش فهنا يا طبيعة الحال هيكون تزايد في الاعميدة اشتغلت ثلاثة عمود بلفة وغزة واحدة ثلاثة عمود بلفة تكونوا حد نظام في الحساب اللي تبعتوه اللي تبعتو هاد النظام فا اه ممكن انكم تزيدو من الحجم اه الحجم دل المفرش او الشغل انتما يا اللي بغيتو اه تعملو فيه هاد المفرش هذا او هاد الشكل هاد البطخون هذا كي ما كتلاحظو فقد نستمر بها الطريقة بعد ما كملت فقد نعمل منصالقة بشكل عادي ثم بريد امامي الحشو ارتفاع اثنان غرز هاد نشغل ثلاثة عمود بلفة في نفس المكان عفوا في الضبفة الوسط الضور السابق دائما غضي يكون التزايد في السلسلات اثنان سلسلة ثم ثلاثة عمود بلفة ثلاثة عمود بلفة في نفس المكان اثفة على الضجيج كنظر وقل اه كي حيدو الغازو او الناباتة في الارض فقربوا ليه فكن نحاول دائما من السرع باش ميقر قبل ما يوصلوا لي المكان اللي انا كن يسكن فيه فكنس ما ما يكونش هناك هناك ازعاج انا عمل ثلاثة عمود بلفة اتنا نغرز ثلاثة عمود بلفة ونستمر بها الطريقة حتى نهاية الضور اه غضي يكون اخر دور اه ممكن انكم زيدوا ادوار اخرى من بعد ما عملت ثلاثة عمود بلفة اثنان غرز ثلاثة عمود بلفة فما انتوقفش كما توقفت في المجموعة الثاني لعملت فيه اثنان عمود بلفة اثنان غرز اثنان عمود بلفة لانه احنا يا انا كنزيد احنا كنزيدو على حسب العدد اعنا اكنا بدأ مجموعةها مثلا هنا عملنا ا Hampshire قد نعملو ثلاثة عمود بلفة عمود في الدور السابق ثلاثة عمود بلفة اثنان غرز ثلاثة عمود بلفة فهال الدور هذا نعملوا ثلاثة عمود بلفة ثلاثة غرز ثلاث التلاث ثلاث سلسلات ثلاثة عمود بلفة يعني اه كانتوقف واله من الكنا وصله لعدد السلسلات يوازي عادد الاميضة فكذا من يكون واضح يعني احنا يكن توقفه في الدور او كانت توقفه في التزايد دي المجموعة بليت يكون عدد السلسلات يوازي عدد الاعميدة فاغنعمل ثلاثة عمود بلفة ثلاثة غرص ثلاثة عمود بلفة طبيعت الحال في العمود بالنجال الامامية فكنتشغله بشكل عادي جدا تقريبا غضي بقاو جوج دورين ممكن كما قلت توقفه في اي دور ممكن تزيده في اي دور يعني حسب رغبة ديالكم انا باسمها هذا الحجم حجم مناسب لي من بعد ما كملت الضور لي فيه الثلاثة عمود بلفة ثلاثة غرص ثلاثة عمود بلفة من بعد ما عملت منزلقة طبيعت الحال بشكل عادي جدا فاغنعمل الحشو الجال الامامية من بعد ما عملت الحشو فاغنمشي مباشرة لاول فراغ وسوف نشتغل ثمانية عمود بلفة مباشرة بدون اي ارتفاع مباشرة سوف اذهب للبريد الامامي او الى العمود السابق سوف اشتغل حشو عادي مرة اخرى في الفراغ الموالي سوف اشتغل ثمانية عمود بلفة مرة اخرى في الفراغ الموالي سوف اشتغل ثمانية عمودة بلفة بلد كما هنا سوف نشتغل حشو. سوف نستمر بهذه الطريقة حتى رهاية الضار من بعد سوف نشتغل اخر دور. من بعد ما كملت اه كل الاجزاء اللي عندي او كل الطور فانا غد نشتغل اغضي يكون اخر دور هو دور كتجميلي او تزيين حواث اه المفرش فغادي نعمل منزلقة بشكل عادي فغادي نشتغل منزلقة في هذا المكان هذا كده ما يكون واضح مرة اخرى منزلقة في هذا الفراغ كما كتشوفو هنتي يكون فراغ بين هنا وبين هنا يا هوا فراغ فراغ فقد نشتغل اليوم ايضا منزلقة بهذا الشكل فقد نعمل اه ارتفاع غرزة واحدة ثم في اول عمود وكل عمود سوف اشتغل منزلقة ثم ارتفاع غرزة واحدة مرة اخرى منزلقة ارتفاع غرزة واحدة منزلقة ارتفاع غرزة واحدة منزلقة ارتفاع غرزة واحدة. éртفاع غرزة واحدة ومنزلقة ارتفاع غرزة واحدة اخر منزلقة. ثم هنا مقدش نعمل ارتفاع غرزة واحدة مقدش نعمل اه هنا يا كما عملنا هنا يا اشتغلنا مباشرة بدون اي ارتفاع. فقدом عملنا المزلقة في هذا الفراء او في هذا الحجو. اه فقدم نعمل هنا مباشرة بدون اي ارتفاع سوف نشتغل منزلقة ثم بعد الفراغ اللي سبقت اشتغلت به هنا ايضا منزلقة الان فقد نرتفع غرزة واحدة ثم منزلقة مرة اخرى في اول عمود ارتفاع غرزة واحدة منزلقة ارتفاع غرزة واحدة منزلقة ارتفاع منزلقة ارتفاع منزلقة ارتفاع منزلقة ارتفاع ثم منزلقة في اخر عمود هاد الشكل مرة اخرى منزلقة في الحشو اللي عملنا في الضوء السابق ثم منزلقة في هاد الفراغ ثم ارتفاع غرزة واحدة وهذا نستمر به هاد طريقة كما كتشوفو طب هاد الان نحاول انه نصور المفرش في اضاءة جيدة انا فقط شرح نفس الليكم اكثر بالنسبة الى بغيتو الحجم الكبير دا المفرش اه يعني كممكن يكون مفرش الارضية او مفرش طبعا الحرق سلف الخير او مفرش او غطاء للبسادة فايضا تكون هاكا غطاء البسادة دائرية بشكل جميل جدا هنا تكون ترتيبات كما تلما عملنا هنا في اخر دور اعملنا في اخر دور ثلاثة عمود بلفة ثلاثة غرز ثلاثة عمود بلفة في الدور الثاني بطبيعة الحال سوف نشتغل اربع عمود بلفة اربعة عمود بلفة نشتغل اه غرزة واحدة ثم اربع عمود بلفة في الدور الموالي اربع عمود بلفة اثنان غرز اربع عمود بلفة الدور الثالث اه اربع عمود بلفة ثلاثة غرز اربع عمود بلفة الدور رابع اربع عمود بلفة اربع غرز اربع عمود بلفة الدور الموالي خمسة عمود بلفة غرزة واحدة خمسة عمود بلفة خمسة عمود بلفة اثنان خمسة خمسة اه تلاتة خمسة 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 خمسة. ذات شكل هاد. انا بسبب ايها دور بطخول اللي انا يعني اا كان ستعملوه يعني استعملوه في المفارش استعملوه في غطاء الاوسيدة او البسادات. انا هكذا باش كانشتغل. يعني انتم ما غلط لعبوه غلط لعبوه بالاميدة. غلط لعبوه بالاميدة. وتلعبوه اه هنا يا الورز الفاصلة. بين كلها بجماعة اعميدة و بجماعة اعميدة. وهذا غصبقه بشكل عادي. في اخر الدور فقط. غلط يكون الاختلاف هنا يا طبيعة الحلقة انا عملوا تمانية اللي عدو هنا فقط الى ثمية غتشغلوا اكثر فغايكون حول انكم تشغلوا اكثر طبيعة الحامية الاعمدة اللي عملت انا هنا يا تمانية. اه انتم ما يشتغلوا وغتشوفوا واش مناسب واش مناسب او لا. فقط هاده اول الاستثار اللي بغيت نقول لكم فانا غدا نستمر بهذا الشكل هذا. غدا نستمر نعمل منزلقات يعني كالزينة. في اخر فهذا نعمل اه منزلقاء هنا. هاده نعمل منزلقة في هاد المكان هادا. دائما كنحاول نعمل منزلقة في هاد المكان الحشو. وهنا الى ارتفاع غرزة واحدة. وغلاء نحاول ان نعمل بخار. هاده نعمل بخار للمفرش باش يكون هاك يعني مسطح. اه وانمور لكم الشكل النهائي. طبيعة الحال في ضاء احسر بالنسبة للخيط فهو خيط جميع جدا صراحة اللون داله جميع جدا. اه فقط ما 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 معطاش ما 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 عطيش في فيديو اه او في الصورة. لكن اللون داله جميل صراحة. ونكمل نوريكم شكل نهائي. اه فهذا هو شكل النهائي اه دل هاد المفرش هادا كما قد ممكن ان اكون اه تزيد من الحشم ديالو. اه يعني يكون اكبر من هذا او اقل يعني حسب اه الاستعمال اه اللي انتم ما غا تستعملوا فيه. يعني المكان اللي غا تستعملوا في هذا المفرش هذا. بحاول انا نوريكم فقط اللون كما قلت فهو ليس ظاهر اه اه في الفيديو بشكل افضل انما لونه فهو اه غامق على هذا اللي كيبان اه في الكاميرا. هدوما العزاء الاطراف عفوا. جميل جدا. هنا وضعت الورو في الوسط. باش هكذا يجي شكل دول اجمل صغير. صراحة ما فرش راقي جدا. والبطخون سهل 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 جدا. كما قلت ممكن تعمله في الوسادة. غطاء الوسادة او كافر. اه دي الوسادة. فكتمنه ان شاء الله يكون هالمفرشنا الاعجاب ديالكم وانكم الطبقوا وستعملوه في اه في المنزل ديالكم بطبيعة الحال وانتقوا ان شاء الله فيديو اخر باذن الله تعالى دومتم بخير مع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.